يمن مجموع الموظفين بالبونك اللبناني الفرنسي هن من النساء في ألف طريقة من ساهم فيها بطموحاتكن هيده واحدة مننن جدينا كرام قد تكون كل أشهر السنة مطلوعة بأحداث أليمة وسعيدة إلا أن شهر أيار أي شهر نوار يبقى شهر الورود في الطبيعة وشهر الأشواك في السياسة وهو لا شك شهر الأحداث في لبنان في أيار 1958 اندرعت الأحداث في وجه الرئيس كاميش شمعون وبين أيار 1958 وأيار 1978 هناك أيار آخر هو أيار الحلف الثلاثي سنة 68 وأحداث أيار بين الجيش الدبناني ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 73 وفي أيار 1983 خرج ما عرف باتفاق 17 أيار والعام 2008 عرف أيار حدثين الأول أمني في السابع منه والثاني السياسي تمخذ عنه اتفاق الدوحة وانتخاب مشال سليمان رئيسا للجمهورية ماذا يخبئ أيار 2013 غير لقاء معراب الشهير الذي تم بمعية العراب سوف نسأل الليلة دولة الرئيس توقعاته في ضوء المعطيات الكثيرة والتطورات الهائلة التي تمر بها المنطقة مساء الخير نسيت شغلي مهمي بشهر أيها وهي أهم هي شهر المريم طبعا لا أنا أحكي عن الأحداث هذه المريم التي هي من هي بالنسبة لك والتي هي في القرآن الكريم وأحصنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالم طبعا لا أنا أحكي عن الأحداث واضح واضح العذرة حدث العذرة حدث لكل الأشهر الشهر المريمي بمبتان أنا بدي خلي شوية نداوة الإيمان تخيم وفي خدمة المشاريع السياسية طبعا 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 دوتر رئيس نعم معك ما فيي إلا ما يكون علمي طبعا طبعا بكل سرور خلينا نبدأ من الخارج لأنه طبيعيا لحنا نتقل منه على لبنان واشنطن وموسك ومبير احتفقوا طبعا لعقد مؤتمر دولي بشأن الموضوع السوري ولأول مرة بالعلن بلاش نحكي عن تقسيم سوريا إن كان أوباما أو بوتين أو دول أوروبية اللي دعمت بقوة اتفاق جناف جديد بين الأطراف الغربية لحل المسألة السورية يعني اللي عا بيصير بسوريا اليوم ممكن يكون نسخة طبعا الأصل عن بلقنة المنطقة بالقرن الماضي تهجير ووضع عرقي عم ضعضع الحالي وبدون ما ندخل بكل الأحداث والتفاصيل العالم ستعرف عن غاية بشو فيه السؤال اللي قالك دوت الرئيس من بعد هالتطورات المتسارعة والهائلة بسوريا هل برأيك هالأزمة هايدي رايحة باتجاه التقسيم ارتباط السيحة اللبنانية بهذه السيحة كيف شايفة الصورة لو نتذكر أنا وياك الحلقات اللي عملتهم بمعيتك وبفرح معك لأنه العلمي والموضوعية معك عادة بتكون سائدي أنا شاكرك تتذكر تماما وعلى مدى سنوات استساعد أنه كل الخلاصة اللي أطلعت فيها على هالبرنامج هلأ هي خلاصة تحدثنا فيها مرارا ومتكرارا وبالتحديد عما يحصل اليوم عما يحصل نعم لكي أختزل وأحصر الموضوع أنا حصرا بالنسبة لمؤتمر جناف والاتفاق الأمريكي الروسي معك بالتحديد بشهر تموز الماضي بعد مؤتمر جناف بشهر ماكسيموم نقولت لك أنه لن يكون هناك مجال لحل الأزمة بسوريا إلا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الأمريكيين والروس وأن الذهاب ولماذا ابتدأت الأحداث استمرت بعد اتفاق جناف لأنه انشغال الرئيس الأمريكي بالانتخابات الأمريكية أخذت ست شهور حتى تم التسلم والتسليم وحتى تم مقاربة الساحة مجددة وبالتالي جربت الأطراف الأخرى أن تستثمر هذا الوقت وبعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل المكسيموم عسى ولعل أن تحدث التغيير الميداني على الأرض وتحدث موازين قوة جديدة على الأرض تنعكس سلبا على مسألة النتائج مؤتمر جناف الذي حدث وهذا أمر لم يتم لا بل بالعكس كلنا يعلم أن التطورات الميدانية أخذت بعض آخر وأن الساحة السورية بعد حادثت خصوصا بابا عمرو حدستك أنا وقلت لك وقتا وبذكرك بالتحديد قلت لك لو أنت كنت الغرب ولقيت فيه جيش موحد بسوريا بهذا التماسك بيعمل معركة ضد هذا الكيان الاسم بابا عمرو الذي يضم من يضم برمزيتهم على مستوى المحلي والإقليمي والعالمي كتنظيم على مستوى العالمي وبيعملها ويبقى قادرا ومتحركا ومعاحدا وموحدا هذا سيفتح شهية الغرب لاستمرارية الصراع في سوريا ولكي يحول سوريا أرض تستوعب كل عناصر الجهاد بين هلالاين الذي لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية بعظمة جيشها كدولة كبرى في العراق وفي أفغانستان وفي عدة أماكن أن تحقق واحد على أشهر من اللي حق تحقق بسوريا لذلك اليوم بعد التطورات التي وقعت والفشل في القدرة على تحقيق نتائج مباشرة في ميزان القوى على الأرض بسوريا حتى الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت صاحبة مصلحة في الإصراع بصناعة الاتفاق الروسي الأمريكي الاتفاق الروسي الأمريكي اللي واكبوا أيضا التحرك الأخير من مجهة إيران على الأردون فتح الصفارة التصريحات اللي طلعت وإلى ما هناك من أمور أنا استطيع مقتنع أنه التقسيم بالمعنى العمودي الجيف الحاد لهذه الدولات قد لا يكون ولكن يجب أن نعترف أنه العراق دولة اليوم بالثقافة مقسمة وحتى بالحياة العامة والسياسية يجب أن نعترف أنه الضرر الكبير الذي وقع بسوريا بش بس بالعمل العسكري والميداني والأضرار الخطيرة والكبيرة اللي نحن ما نتبنيها لكل الشعب السوري الخطورة بالأضرار التي وقعت بالثقافة الأخطر حتى تركيا الدولة اللي لأتا تركيا التاريخيا كانت أتا تركيا بأعتقد بطلت أصبح الدولة ثنائية القومية وقد تصبح دولة ثنائية الدين بالاتفاق اللي تم مع أجلها تم الاعتراف بالكيان الكردي طيب كل المنطقة حيث كان هناك ديكتاتوريات تتذكر هذه الجملة اللي بتذكرها ديكتاتوريات عسكرية أو دينية من الأطلسي حتى آخر جزيرة من جزر أندونيسيا حيث رفعت الدكتاتوريات الدينية والعسكرية ذهبت باتجاه الخصوصيات اليمن اليمن شمالا حوثيين جنوبا حراق الاستقلالي شيء جيد هذا؟ هذا بالشيء جيد بالطريقة اللي أبي تم فيه شو فيه طريقة تاني كان؟ طريقة الاحتراف بالخصوصيات عن جد ما بتصير؟ بأوروبا صارت بالرغم من الدموم والدموع التي وقعت سابقا ما نحن عشناها نحن عشنا هذه الدموم والدموع ولم يتم الاعتراف بالخصوصيات على كله خليني كفل موضوع لأنه هذا موضوع بده إحاطة شاملة لحتى مدخلك على الساحة اللي بني يكون مدخل علمي بكل ما تحمل الكلمة من معنا طيب بسوريا خلينا نعترف أن المخطط لم يستطع أن يحقق أهدافه لجهة تفكيك بنية الدولة لجهة نيل من وحدة الجيش هذا الجيش المتكامل لم يستطع أن يمنع الإدارة لم يستطع أن يمنع المؤسسات لم يستطع تراطبية الدولة بالرغم من الحرب الدولية القائمة بصرف النظر عن استفافك السياسي مع ضد أنا أملكي كمراسل أجد بفترضني موضوع حياني أبحل للسياحة فهم مجبرون أصبحوا وإلا الساحة الإقليمية الإقليم كله أريد أن يذهب إلى تفجير كبير إلى تفجير حقيقي وقد كنا نقول نحن سابقا قبل أن نبدأ الأحداث يا عمي انتبهوا هناك ترابط يجب تعديل النظام يجب تطوير النظام يجب تغيير النظام وكرر يجب تعديل النظام يجب تغيير النظام يجب تغيير النظام ولكن هناك ترابط بين النظام والدولة والكيام إياكم يقولوا هذا كلام غايته لتبرير استمرارية الدكتوريات لك لو أن نصل بالرغم لهذا وكل سوريا باعتراف الأمم المتحدة فيه 40 جنسية أجنبية على أرض هذا التأليل يطلع من يومين هذا أمر ليس طبيعي أنا قنيعتي الشخصية أنه ستبقى الكيانات الجغرافية كما هي ولكن ستبذهب هذه الكيانات إلى حالي شبيهة للكيان اللبناني حيث هناك ضمن الدولة اللبنانية كيانات كل كيان له حدوده له أعلامه له إعلامه له ماليته له مؤسساته لا نستعملش التعبير لماذا؟ خلينا أمنشرح الواقع لأننا نفسس لتعابير لماذا؟ أنه هاي دي بيختصروا بكلمة لا من إحنا قريبا من سنة 43 نعيش كونفيدرالية الطواقف ولكن اليوم عمليا هذه كونفيدرالية الطواقف التي كنا نعيشها ازدادت تجذرا وكيانية يعني في كيان سني وشيئي ودرزي ومسيح واقع مسيح له حدوده له إعلامه له أعلامه له ماليته له مؤسساته له ثقافته له مستشفياته له تلفزيوناته إذاعاته له علاقاته بالخارج وعلاقات القارج فيه فيه صفرات بين الطواقف والدول القارجية لذلك نحن نعيش هذا الواقع التتصور أستاذ سعيد بلبنان الدولي اللي حافظ حتى تاريخي إلى هدوء نسبة بالرغم من كل المشاكل في ظل واقع منطقة وأنت بتتذكر صرختي على مؤسسة بالمؤسسة اللبنانية للإرسال مع الأستاذ مرسيل غانم بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بثلت ايام إياكم أن تستدرجوا المشكلة في المنطقة إلى لبنان الوضع ملتهب في المنطقة إذا استدرجوا على لبنان استنظروا التسويات الكبرى يعني استنظروا هذا مؤتمر جنيف توزيع مناطق النفوذ بين الأمريكيين والروس مماطق نفوذ بين الأمريكيين يعني سايكس بيكول جديد لأنه سايكس بيكول آخر ترهل كانت الفرنساوي والإنجليزي أبيعمل معركة الحفاظ على حصته تحت هذا السقف ولكن تطلع إلى الأرض رأى أنه القصة طارت من إيده حتى لذلك اليوم في نحن متوجهين بصورة واضحة باتجاه توزيع مماطق نفوذة على مستوى العالم العربي والإسلامي حتى على مستوى قوس الأزمات يعني من شرق البحر الأبيض المتوسط حتى تلال هضاب آسيا الوسطى حتى البحر الأسوط حتى روسيا بما فيهم ضمن تركيا وإيران نعم نحن ذاهبون إلى توزيع مناطق نفوذ بين هاتين الدولتين الكبيرتين وقد صرح أوباما تبهي مؤتع أثناء حفرة التنصيب طبعا قال أنا بدي دير ظهري بالمعنى الاهتمامات الأخرى بشرق آسيا وبالبحار حول الصين واليابان وغيرها ولكن شؤال لن ندير العالم منفردين فتم الاعتراف بالقوى الأخرى بقية مشكلة الأساسية وهي اليوم مسيطرة على الهاجس الأمريكي هي كيفية تدبير قصة إسرائيل كيف يمكن أن تكون إسرائيل جزء من هذا الاتفاق الكبير ويمرء القصة تبعا لهذا التدهور الأمني الخطير الذي وقع في الإقليم وبالتحديد في الدولة التي كانت تشكل قلب المحور المعادي والمسؤولة عن إدارة الصراع الكلام يلي قاله الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية من يومين أنه ما في شيء بيثبت أنه النظام السوري عم يستعمل سلاح كميائي ماذا يعني هذا الكلام؟ لا أنت بسنق أي القصة كلها لا لا أنا مش بسنق هي كله قلة قلة بس تقول الأمريكيين هاي دي شو بتعليه؟ هاي دي تبرير للخطوات التي أنتجت الاتفاق مع الروس والذهب باتجاه أنه طلعوا من رأسكم عملية طورتنا بحرب وتدخل مباشرة والغارة الإسرائيلية وين بتحطها؟ محاولة التفكير إسرائيل